مرحبا بيك المرة الثانية في هذا الموسم في ديوان أفهم مرحبا بيك شرفني بتواجد معك مرحبا بيك ذولي أول حوار بيني وبينك بدر الدين جامودي نظرنا تقبلنا في تلفزة في قناة أقرأي تقبلنا في حنبعلي نعم في حنبع لكن في الإذاعة هذا أول حوار إن شاء الله يكون تحصل فيها الفايدة وباش نمشي والسانت خانزيشون لحل الدوسي حل الدوسي حل الدوسي باش نبداه و باش نحكيه على العديد من الملفات معكسي بدر الدين الجامودي لكن لو يقولوا لي مش نواصفها اللي نجمو نواصفه بها ضيفك للليلة نقوله النائب صاحب الملفات النائب مكافح الفساد النائب الذي كل ما يقوم بتصريح يثير الجدل لأنه التصريحات متاعك دي ما فيها ملفات مش مفهومة أو ملفات فيها فساد أو ملفات فيها مشاكل عليش بدر الدين الجامودي وكأنه ولا اختصاص عندك؟ الملفات هذي أنت تبحث عليها الملفات تجيك شو ما الحكاية بيناتكم؟ أولا يشرفني أني أوصف بهاتي الأوصاف في الحقيقة هي نابعة من دوري كمواطن قبل ما يكون كنائب أو رئيس لجنة مكافحة الفساد أو مساعد رئيس مكلف ببعض الملفات أنا في تجربة المهنية كنت متفقد عام ومع تلمذتي ومع لساذة لنكون فيهم ومنقطر فيهم عملت معهم أكثر من دورة حول دور المدرسة في مكافحة الفساد إيمانا مني بأن المجتمعات المتحضرة ومتقدمة مش ممكن لها أن تحق التنمية والفساد ينخر مفاصل الدولة ونحن للأسف في ظرفية اقتصادية صعيبة الفساد استشرى واستفحل وضرب مختلف مفاصل القطاع العمومي أساسا خلاف القطاع الخاص يعني القطاع الخاص حريص على حماية ممكانياته وموارده ولكن للأسف المال العام موضع هتك وموضع استنزاف من لصوص المال العام وخاصة في ظل ضعف الدولة لما تضعف الدولة يستشرق فساد وبالتالي هذا أمر طبيعي أنا لما توجدت في برلمان أولاً بسيفتي نايب تحركت عن حركة شعبي نعم عن حركة شعب تحركت بسيفتي نايب بمعزل عن اللجنة اللي أشرفت عليها لمدة سنتين تحركت في العديد من الملفات ثم إشرافي على لجنة كفحة الفساد أعطاني كذلك فرصة لملامسة العديد من الملفات ومصدر هاسياتك أنت أسهلتني عليه المواطن لما يستأمنك ويستثقك يمدك بالمعطيات وأنا في علاقة بالإدارة التونسية اللي بالمناسبة حي الكفاءات اللي عنا فيها اللي يتحلوا بيروح وطنية عالية ويترات عليا يسعوا إلى أن يمدوا النائب أو رئيس لجنة كفحة الفساد يعني بعض ملفات الفساد نعم جيتك من الإدارة بيدها نعم من داخل الإدارة من المواطن المتضرر من المواطن المبلغ على الفساد من خلال متابعته وملاحظته لوجود فساد من موظفين في الإدارة نعم من إطارات عليا في الإدارة التونسية وقلت أحييين بهذه المناسبة رأوا الشيطنا الموجودة للموظف العمومي أو لإطارة الدولة رأوا فيها ياسر مغالطة صحيح ثم جزء منهم مخرط في فساد ولكن ثم ناس تبكي بدموع على المال العام اللي قاعد يقع إهداره بصورة أو بأخرى بيهي كيف ننظر شوية في الملفات وبش نحكيه فيها تباعا وبالتفاصيل سيبدردين الجمودي ديسمبر 2019 مثلا ملف القمح المورد عبر ميناء سوسة تجاري ملف أزمة زيت الزيتون ملف استرجاع الأموال المنهوبة ملف التصرف في الأموال والأملاك المصادرة ملف التدقيق في البنوك العمومية والمنشآت العمومية ملف الكمامات ملف البنك الفرنسي التونسي ملف النفايات الإيطالية ملف نهب الريمان من بوعر جوب نابل ملف صفقت طباعة الكتب المدرسية في تركيا وكيتحلل برلمان الملف إذا ما كنت ملش في البرلمان ملف النفايات ملف الزيت عديدة هي الملفات عديدة وعديدة هي التفاصيل التي صدحت بها سيد النائب لكن قليلة جدا هي النتائج منتع الملفات هذه فماشي ملف فيهم تسكر فماشي ملف فيهم في حكم قضائي فماشي ملف فيهم أن صفك فيه القضاء كمبلغ على الفساد في الملفات هذه شوف هو ملفات الفساد أو مكافحة الفساد تتوقف على مجموعة من عناصر العنصر الأول هو الوعي المواتني المواتن يكون واعي بدوره في ملاحظة موبلغ المواتن موبلغ الجانب الثاني دور الرقابي الأجزة الرقابية ماذا تفعل؟ الهيئة الرقابية نعم الهيئة الرقابية ونجب نرجع للموضوع هذا الجانب الثالث القضاء أي دور القضاء في مكافحة الفساد نجب يكون دوره إيجابي كما نجب يكون دور سلبي الجانب الرابع هو مهم جدا ومحدد في هذا الكل هو الإرادة السياسية أدعي القول أن الإرادة السياسية قبل 25 جولي لم تكن متوفرة بالعكس الفساد كان محل رعاية من الطبقة السياسية وكان ثم زواج متعة بين السياسيين ولصوص المال العام ويتقاسبوا في الكحك إلى حدود 25 جولي 2021 قبل 25 جولي كان هناك زواج متعة بين السياسيين والفيسدين هو أصل الطبقة السياسية هي وليد ونتاج وثمرة للوبيات الفساد اللي هي متواجدة على السح هم اللي يصنعوهم المولو الحمالات الانتخابية يدفعوا بالتعينات إلى مواقع معينة لحماية تلك المصالح ونجد وزارات في خدمة هؤلاء اللصوص للأسف نجد وزارات في خدمة هؤلاء اللصوص في خدمتهم الموظفين في هذه الوزارات لما يتقعدوا أو يقع عزهم نتيجة تطبيق قانون عليهم بسرعة أو بأخرى نجدهم إطارات عليا لدى رجال الأعمال المتمعيشين من المال العام بالتالي ثم علاقة من الداخلة نحكي على الوزراء نحكي على الوزراء نحكي على مديرين عامين مديرين إطارات كانوا يسهلوا ويمكنوا من هؤلاء من الصفقات المشبوهة أو من التسهيلات أو من التهرب الجبائي وغيرها من المظاهر هؤلاء في خدمة رجال الأعمال الفاسدين بالنسبة لنا نسميهم رجال الأعمال لأن أفصل بين رجال الأعمال الوطنيين اللي يقوموا بواجبهم ورجال الأعمال الذين يستأثرون بمال العام دون وجه حق هذك عليش ولا ملف تم التفاعل معه جديا وتم طرح الملفات اللي أنت قدمتهم سيبادرديل جامودي نعم العديد من الملفات طريحت قلت أنا نفصل بين 25 قلت أنه في 25 جويل ندعي القول إلى الإرادة السيسية توفرت بمعنى بالإمكان أنه ندفع في اتجاه محاربة الفساد عبر التأثير على الأضلع الأربعة اللي كنا نحكي عليهم القضاء الرقابة الدور المواتني حماية المبلغين لغاية ذلك لكن مش في الأصل لازم نيش نأثر عليها القضاء وليس تأثير لا 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 القضاء إذا كان يشكو ورم أو يشكو بعض الإخلالات يجب أن تعالش هل يشكو القضاء من ورم نعم نعم القضاء في جزء منه منخرط في الفساد القضاء في جزء منه منخرط في الفساد لليوم إلى حد اليوم نعم بعد العزل القائمة طويلة العريضة متعزل القضاء بعد الحركة الأخيرة اللي قيل فيها ما لم يقل معناها في كذي شعلينا في ستشون سيدتي أنا نعطيك بالمعطيات الملفات لازالت تروح مكانها هذا ما هوش وليد الإرادة السياسية رئيس الدولة يصرح ويدفع في اتجاه ويضغط وزيرة العدل تحاول ولكن للأسف إلى حد اللحظة هذه مزال الفساد هو المتغلب على المشهد هو المؤثر في المشهد إلى درجة أنه إلى حد الآن تم ملفات مصيرهم إرادة قيس سعيد غير كافية اليوم؟ إرادة قيس سعيد ضرورية غير قادر اليوم رئيس الجمهورية على مكافحة الفساد الذي ينخر الإدارة والقضاء؟ إرادة قيس سعيد ضرورية ولكنها غير كافية لوحدها الإرادة السياسية إذا لم تترجم إلى منجز عملي إلى إزراءات عملية إلى عملية تصحيح في مستوى مثل القضاء في مستوى الأجهزة الرقابية في مستوى الموضوع المطروح اليوم حول الشهاداء الشهايد العلمية وغيره وإطارات الدولة اللي جزء منها يحط في العصف العجلة في اتجاه عرقلة مصير 25 جويليا إذن الإرادة السياسية إذا لم تترجم إلى منجز عملي تظل مجرد شعار كي نسبة تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد مثلا يقول اليوم يجب تطهير الإدارة لأن الإدارة تعرقل التوجه السياسي هذي نعم أنت مع تصريحات أنا مع هذا التصريح الذي جاء بعد سنتين 25 جويليا أدرك رئيس الدولة أن الإدارة لا تشتغل كما يجب أنا منذ قرابة سنة صرحت مشكلة الإدارة شكونا الإدارة في النهاية مثل في الجهاز الوزاري الجهاز الحكومي وقلت أن الحكومة لا تشتغل وفق روح 25 جويليا وهذا ثبت من خلال مجموعة من العينات رئيس الدولة يرفع شعار عدم الخضوع اللفهمي والحكومة تشتغل مع اللفهمي واتطبع توسياتها